بساحة مولاي راشيد بيتمارا افتتحت مساء يوم السبت فعاليات المهرجان الدولي مغرب حكايات في دورته الثانية عشرة تحت شعار العجائبي كنز مشترك وتواصل دائم بالاضافة الى كون امارات الشارقة الاماراتية ضيفة شرف المهرجان ستخصص هذه الدورة للتراث الثقافي لمادي الاسيوي بمشاركة عدة دول من بينها الصين وتركيا وماليزيا هذه الدورة الثانية عشر كتب الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس مصر والله الجديد فيها هو ان مهرجان مغرب الحكايات اصبح ملتقى للروات وموسم يلتقي فيه كل الرواات سواء على صعيد المملكة المغربية او على صعيد الدول الاسيوية بحيث هذه الدورة هي اعطيت الكلمة فيها لاسيا وتهدف هذه الدورة الى ابراز روح القيم المشتركة بين مكونات البلدان الاسيوية المكونة من شعوب واقوام متبينة عرقيا ولغاويا ومتباعدة جغرافيا اشتركوا في القناة